لأنه إن لم يكن الإبن موجوداً قبل أن يولد إزاي طيب يعني كيف يكون الإبن موجوداً قبل أن يولد يبقى إذن ما فيش عملية ميلاد ما ينفعش أقول لي ما يبقاش في ميلاد فلا يكون الحق موجوداً فالله دائماً برضو يعني زي ما قال إنه لو الكلمة ليس موجوداً يبقى الله مش هيبقى خالق قال برضو نفس الكلام ده قالك كمان لو الإبن مش موجود هيبقى الحق ليس موجوداً فالله دائماً وليس من الثواب أن نقول مثل هذا القور لأنه بما أن الله كائن فالحق كائن فيه دائماً والذي هو الإبن الذي قال أنا هو الحق والكيان الموجود يجب أن يكون في نفس الوقت هو الرسم المعبر والصورة برضو دخل على الرسم المعبر والصورة لأن صورة الله ليست مرسومة من الخارج بل أن الله نفسه هو والدها والتي فيها ينظر هو ذاته ويبتهج بسببها هي بس أن يعني نردح على حاجة حاجة بيقول إيه القاب كائن فالحق كائن فيه دائماً والذي هو الإبن يعني الإبن كائن في القاب هنسابها دي هنجلها في حتة تانية هنجلها في حتة تانية وبيقول إيه لأن صورة الله ليست مرسومة من الخارج بأن الله نفسه هو والدها والتي فيها ينظر هو ذاته ويتهج بسببها يعني الإبن هو صورة القاب اللي بيبص فيها لنفسه ويبتهج يعني هو بيشوف الصورة بتاعته ويبتهج هنا فيه إشكلية كبيرة فيه إشكلية كبيرة فعلا فيه إشكلية لأنه الله لو عنده صورة زي ما هم بيقولوا كانت الصورة دي نزلت على الأرض وخلاص لن يكن هناك حاجة للتجسد ما خلاص الله له صورة فنقدر نحن نشوف ده أولا ثانياً الصورة دي هتكون صورة مين؟ صورة القاب وحقيقة مين؟ حقيقة القاب طيب أين الكيان الشخصي للابن؟ أين الكيان الشخصي للابن؟ لو الابن هو صورة القاب طيب أين أين زيتية الابن؟ يعني أنت دايما تقولوا الكائن والجالس مع القاب وكان بيتشور به أثناء الخلق بيتشور معاه وخلق به وبتاعه وعنده إرادة نفس إرادة القاب و... بس هو صورة يعني يعني مثلاً أنتو دلوقتي شايفين صورتي صح ولا لا؟ الصورة اللي أنتو شايفينها دي يا جماعة هي صورة تانا صح؟ 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 تعبر عن حقيقة من؟ تعبر عن حقيقة ماري؟ هل هذه الصورة لها كيان شخصي؟ لا ما لهاش كيان شخصي؟ هي تعبر عني هي ممكن ما تكونش أنا لكن برضو ليس لها كيان شخصي لكن لو كان لها حقيقة لو كان للصورة حقيقة لن تكون لها حقيقة في ذاتها ولكن هتكون لها حقيقة لأنها بتمثلنا حقيقة أنها تعبر عن ماري وبالتالي إن كان للصورة حقيقة ستكون حقيقة ماري فإذا كان الإبن هو صورة الآب فهو في حقيقته يمثل من؟ يمثل الآب مع أنه هو المفروض كأكنوم يمثل ذاته يمثل ذاته هو يمثل أكنومية الإبن أو شخصانية الإبن فغريبة زي ما قلنا الصورة هو فورم أو حاجة منظورة والإله بالتعريف أنه هو روح وغير منظور فيه إشكالية كبيرة يعني فيه إشكالية كبيرة جداً وتلغبة الحقيقة وهنا السؤال تمام بس بتعبر عني بتعبر عن حقيقة تعبر عني وتعبر عن حقيقة وهي مش أنا لأنها ليست لها كيان شخصي ليست لها كيان شخصي طيب فيه برضو مشكلة هنا هو بيقول لك أنه الآب ينظر في صورته ويتهج طيب هل الإبن ينظر يعني إذا كان الإبن هو صورة الآب طيب هل الإبن ينظر لذات الآب ويبتاج هو الأخ هل الإبن ينظر إلى الآب زي ما الآب ينظر ليه سؤال ويعني إيه صورة تنظر للأصل بتاعها يعني أنا ممكن أبص لصورتي لكن هل صورتي تقدر تبص لي الإجابة لا لا ننفعش زي الصورة يعني تبص للأصل خصوصا إنه طبعا وده وده اللي يوصلنا الحقيقة منطقية جدا إنه الإبن يا جماعة هو الإنسان يسوع المسيح وإنه الآب هو الروح القدس الأزلي روح يسوع المسيح وبالتالي الآب يقدر ينظر لصورته البشرية اللي عملها يقدر يبص له إنما إنما الإنسان لا يقدر أو النسود بتاعي يسوع المسيح ما يقدرش ينظر في أعماق الله ما يقدرش ومتحد معاه لكن ما يقدرش يبص للأب لأنه الآب غير منظور وبالتالي نبقى حلينا فعلا المشكلة يبقى الإنسان يقدر يبص لصورته زي ما اللهوت يقدر يبص للنسود لكن النسود ما يقدرش ينظر للآب أول الله ليه لأن الآب غير منظور لأن الآب روح زي بالظبط ميريو سلطة أنا أقدر أنظر لصورتي صورتي ما يقدرش تنظر لي نفس الأمر اللهوت يقدر ينظر للنسود النسود ما يقدرش ينظر لللهوت لأن اللهوت بالتعريف غير مرقي روح حلينا الإشكالية حلينا بصوا هنا لم يكن الآب يرى نفسه في صورته فمتى إذن لم يكن الآب لم يرى نفسه في صورته أو متى لم يكن يبتهج حتى يتجسل أحد ويقول أن الصورة هي من عدم ولم يكن الآب مبتهجا ولم يكن الآب مبتهجا قبل أن تخلق الصورة وكيف يستطيع الخالق والصانع أن يرى نفسه في جوهر مخلوق وصائرا هنا في منطقة الكوارث كارثة كبيرة جدا كارثة ده تجديف على سر التجسل السناسيوس يجدف على التجسل يا جماعة تعرفين يقول كيف يستطيع الخالق والصانع أن يرى نفسه في جوهر مخلوق وصائرا كارثة 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 كبيرة يعني هو مش أقنوم الابن ده جماعة اللي هو الله ظهر في الجسد ومش على الأرض ويكلم الناس وهو بيحسب بيعمل كده مش كان مبصر ذاته مش بنقول أن الله في كل مكان يعني ربنا لما كان على الأرض كان شايف نفسه كان شايف نفسه في جوهر مخلوق أو مش مخلوق آه كان شايف نفسه في جوهر مخلوق اللي هو النصود بتاعي سوع المسيح فهنا هو هنا أنكر التجسد جد على التجسد تمام وفعلا أنا أول مرة أول مرة أدرك أنه عقيدة الأقانيم يعني بتهدم التجسد بتهدم حرفية لما قريت عود سامعان وتعمقت في كتابات أساناسيوس لا هم بيهدوا عقيدة التجسد المسيحيين حتى المؤمنين بالأقانيم بيقولوا أن الله تجسد طب والله لما تجسد كان شايف نفسه ولا لا كان شايف نفسه أكيد لأنه في كل مكان ليس أحد سعد إلى السماء إلا الذي نزل من الإنسان الذي هو في السماء بيكلم نقودينوس وهو كان في السماء في نفس الوقت فلما كان ربنا في السماء كان شايف نفسه على الأرض كان شايف نفسه في جوهر مخلوق آه النسوت فإزاي أساناسيوس يتجرق على سر التجسد بالشكل ده كيف يتجرق على سر التجسد بهذا الشكل يعني شيء غريب حرفي يعني غريب جدا وكيف يستطيع الخالق والصانع أن يرى نفسه في جوهر مخلوق وصائرا إيه ده شكرا مخلوق يسرى سر التجسد